المغرب والأردن يتفقان على عقد اللجنة العليا المشتركة في أقرب الآجال والمملكة الأردنية تجدد موقفها الثابتة داعم الوحدة الترابية للمملكة دوليا الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني يبحثان أزمة الطاقة في أوروبا وتتبعون في النشرة أيضا أدم سينا يغيب رسميا عن نهائية كأس العلم قطر 22 و 2000 نشرة الأخبار من قناة كافان كاتخ بطنجا أحنا بكم ونسأل النشرة كالعداب الشأن الوطني حيث قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناسر بوريطا أمس الاثنين بعمان إن المغرب والأردن اتفق على أن تعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أقرب الأجال وأن يتم بموازتها عقد منتدى لرجال الأعمال المغاربة والأردنيين لبحث سبول العمل والاستثمار المشترك في البلدين أو في مناطق أخرى وخاصة في القارة الإفريقية وأكد بوريطا في مؤتمر سحفي مشترك مع ناظره الأردني أيمن الصفدي على أهمية إزالة كل العقاب أمام التعاون بين رجال الأعمال في المملكتين وخاصة من خلال تسهيل مسألة التأشيرات من جانبه جدد وزير الخارجية وشؤون المغتالبين الأردني أيمن الصفدي موقف الأردن الثابت بدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وضرورة حل قضية الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي وبما يضمن ويحمي الوحدة الترابية للمغرب وسيادة المغرب على جميع أراضيه كما قال إن الأردن يعتز بالعلاقات التاريخية الأخوية والإستراتيجية التي تربط المملكتين التي تعملان على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات تنفيذا لتوجهات قائد البلدين أعلن شاكي بن موسى وزر التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة فتح باب التوظيف لعشرين ألفا من الأساسدة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومن المرتقب أن تجرى مباراة توظيف الأساسدة في أكتوبر المقبل جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها وزر التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة اليوم الثلاثاء بالرباط بمناسبة الدخور المدرسي واعتبر بن موسى أن هذا العدد من التوظيفات سيساهم في التخفيف من ظاهرة الاكتظاد التي تعاني منها عدد من المؤسسات مكنت مصالح ولاية أمن الرباط أمت الأثنين من تحييد الخطر الصادر عن مجموعة من مرتكب الشغب على همشي مباراة كرة القدم بين فريقي الجيش الملكي ونهضة بركان وذلك في إطار الترتيبات الأمنية التي تعتمدها مصالح الأمن الوطني لمكافحة أعمال الشغب الرياضي وتعزيزا كذلك للعملية الأمنية الاستباقية لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية العملية الاستباقية المنجزة في إطار مواكبة هذه المباراة نجحت في توقيف ثمانية وثلاثين راشدا ممن تورطوا في رشق عناصر الشرطة بالحجرة ومحاولة إطارة الشغب والسكر وحيازة المخدرات تم وضعهم جميعا تحت الحراسة النظرية بينما تم إداع خمسين قاسرا تحت المراقبة لضرورات البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة وسجلت مصالح الأمن الوطني على خلفية هذه العمليات الأمنية خسائر مدية طالت ثلاث مركبات للشرطة مع إصابة ثمانية شرطيين بجروح طفيفة وفي الملف الدولي أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين عن تأييد لشراء الغاز بشكل مشارك في أوروبا بهدف الحصول على أسعار أرخص وأيضا لتحديد سقف لاستعر الغاز الروسي المسلم عبر الأنبي وقال الرئيس الفرنسي عقب اتصال عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس بحث خلاله أزمة الطاقة في أوروبا نحن مؤيدون لشراء الغاز بشكل مشترك مضيفا أن ذلك سيسمح لأوروبا بأن تشتريه بأسعار أرخص وكشف ماكرون أن فرنسا تتعهد بتسليم مزيد من الغاز لألمانيا التي قد تؤمن في المقابل الكهرباء لفرنسا إذا احتاجت ذلك في ذل أزمة الطاقة خلال الشتاء المقبل وأكد ماكرون أيضا أن بلاده تؤيد فرض الاتحاد الأوروبي ضاربة على شركات الطاقة التي تحقق أرباحا غير مستحقة مع ارتفاع أسعار الكهرباء في القرى ويلتقي وزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي في التاسع من شتنبر لتباحث في الوضع الحالي خلال اجتماع استثنائي حيث تقترح المفاوضية الأوروبية تحديد سقف لجزء من أسعار الكهرباء وتبني رسوم مدروسة للأسر الأكثر ضعفا وتعديد التدابير التحفيزية لتخفيض الاستهلاك فازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أمثل إثنين بمنصب زعمة حزب المحافظين لتتولى رئاسة الحكومة الجديدة لمملكة المتحدة خلفا لبوليس جونسون ونالت وزيرة الخارجية 57% من الأصوات في حين نال منافسها وزير المال السابق ريتي سوناك 43% على إثن ذلك هنأت تراس أعضاء حزب المحافظين على انتخابها وطرحت معارم سياستها التي ستعمل على تخفيض الضرائب والالتزام بمبادئ المحافظين التي صوت عليها الناخبون قبل عامين كما وعدت بإيجاد حل للأزمة الطاقية والعمل على تخفيض أسعار فواتر الكهرباء وارتفاع الأسعار والحفاظ على القطاع الصحي المجاني في الرياضة مشاهدنا تأكد رسميا غياب أدم مصدين لعب أودينيز الإيطالي عن كأس العالم وبات مصنى خارج لائحة ولد الذقراغي في كأس العالم بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقي بالدور الإيطالي والتي خضع على إثنها لعملية جراحية على مستوى الركبة ألزمته الرحى لمدة ستة أشهر على الأقل مما سيحرمه من الالتحاق بأسود الأطلس لخوض مباراة كأس العنم بقطع وكان مستنا قد انتقل إلى أودينيزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من فريق واتفورد الإنجليزي بعدما وقع على العقد مدته ثلاث سنوات ينتهي الصيف سنة 2025 نهاية النشرة للمزيد من أخبارنا وأخبار العالم نزور موقعنا الإلكترونيكا في بانكات خفوان إمآ شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة